السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة للجميع اليوم 12 شهر دوزوا عدد من الإخوان والأخوات المقابلة بالقنصلية الأمريكية بالدار بيضاء بالمغرب فبداية ألف مبروك للإخوان والأخوات اللي الحمد لله تفقوا وحصلوا على فيزا مقبولة بدون أي مشاكل وكان قصد الناس اللي عندهم بك عادي والأمور دي لهم يعني مقادة في الوتائق المستعدة في اللغة إلى غير ذلك وكان قصد كذلك الناس دي الباك حور اللي يعني كانوا متبعين ناو وعرفوه ما الذي هموا معاليهم شنو كان قصد هما أنه باك حور ندعو معهم الإتباتات والإتباتات شنو هما هو شهادة من دراسية كتبت أن كملتي 12 سنة تمدروس كاملة كتنتي معاك البيانات النقاط ليلو الفيد نوت كتبت كذلك تمدروس ديال وخغير من السنكيام والسيزيام والباك المهم كتبت أن كملتي 12 سنة كاملة زائد اللي تفروا له النتائج تالي ما تفروا له النتائج كان نحيي بعد الإخوان والأخوات اللي مشاوا التانوية ومشاوا الأكاديمي وجابوا ذلك النتائج لأنك يكونوا في الأرشيف فهذه هما الإتباتات إذن هذا الإخوان ديال باك حور اللي تبتوه الضابط الهجرة كانوا جوج ديال ضبات الهجرة ذلك السيدة الصغيرة والسيدة الكبيرة شوية الأغلبية هدو فيزا مقبولة لكن للأسف بالنسبة للإخوان اللي ماخدوش فيزا مقبولة واخدوها ربما اخدو فيزا مرفوضة وكاللي اخدوها إجراء إداري وهنا أخص بالذكر الناس ديال باك حور وانا هدشي صراحة كيبقى فيزا بزاف علاش لأنه هدشي هدرت فيش حال مرة إلا لاحظتوا الفيديوهات الأغلبية كان هدرو على باك حور رجاء ديوا معكم الإتباتات ديوا معكم الإتباتات فهو الجوج ديال إخوان يعني يخدو إجراء إداري لا بس ما اخدوش الرفض غي أنه مدوش معهم الإتبات ديال نشر سنة دراسة وهدشي يعني راجع يا إما ما شفوش القناة يا إما ما بحثوش يا إما ما دخلينش غروبات ديال واتساب يا إما المهم كين أسباب اللي جعلتهمش ما عارفينش هدشي لأنه بحكم الإخوان فاش سولوهم قل لهم رغم ما كناش عارفين ديوا هدو هدو الإتباتات وشنو هدو الإتباتات إلى أخيرة فهنا كن أكيد أن ما دخلين للغروبات ما سولوا متاشي حاجة فهنا أنا فين كيبقى فيها الحال علاش أنت خليتيها التال دقيقة تسعين وكنتي غتأت أخذ فيزا ديالك بخير وعلى خير ما دام أنك قاري 12 سنو ونريد له الإتبات هاتشيرها قلناهش حال مرة فبالنسبة لهذا الأشخاص هدو أخذو إجراء إداري خصوم يجيبونهم الإتبات يسفطونهم الإتبات عبر أراميكس وردونهم الباسبور ديالهم بالنسبة لإخوان الأخرين اللي كين اللي جاب الإتبات ولكن ما كافيش جايب شاهدة دراسية خاصة اللي مشاو قراو في البريفي مشاو قراو في الخاص فهنا يبعد الإخوان على حد القول ديالهم قالك أسيدي في البريفي ما يعطيوهمش البلتانات وما منحقهمش يعطيوهم البيانة النوقات كيعطيوهم غير شهادة مدراسية بلا راق فها فقطش دخلتي مثلا فصلوك من التانوية من الكاتر يام ولا من السنك يام ولا ومشي تيسقرات كمل دعمات مثلا البكالورية فكيعطوك غير شهادة فقطش دخلتي معهم وفقطش خرسي من عندهم فينا هما البيانات النوقات وفينا هما النتائج قالك ما كيعطوهمش فأنا هديجتني غريبة كيفاش انتك تقرأ في دراسة خاصة وفي دراسة خاصة وما يعطيوكش النتائج ألغك وهو من حقك أنك تجيب هاد النتائج وهاد البيانات النوقات ديالك لأنه من حق دابيت ليس رخصوه هاد الاتباتات وشاهدان دراسي هذه الأغياء أنك قريتي دخلتي لهاد التانوية في شهر تسعود وخرتي في شهر سبعة أو تاني العام الأخر دخلتي في شهر تسعود وخرتي في شهر سبعة فينا هو الدليل لأنك كنت مستمدرسي يعني كنت تمشي كنت تقرأ المراقبة المستمرة وكتدوز المتحان الجهوي ودوز المتحان الوطني إلى آخر فهذا الإخوان هادو تاهم الأغلبية يرضون لهم باسبورت ديالهم وقال لهم إجراء إدارية تنتأكدو يعني وقعتت لهم دك شوهيد من دراسية أره بطريقتهم غادي تأكدو غادي تواصلوا مع ذاك المدراسة وغايشوفوا في عنه واش قريته في ذاك المدراسة واش كنتم متمدرسين إلى آخر فهنا رجاء للمرة منعتش حال ضروري الإتبات ديال 12 سنة دراسة كاملة بالنسبة لدي في 23 حاليا يعني في هذا العام هذا أنتم مشتو ما زال كيطلبوهم بالنسبة لإخوان دي في 24 اللي يتواصلوا معنا وعدد كبير يعني دبع عاد بدنا كنشوفوش حامل واحد فائز في القرعة الأمريكية يعني راكين عادد نصراه فائزين في القرعة الأمريكية في المغرب تواصلوا معنا عادة ديال إخوان والأخوات بخصوص العنوان بخصوص كيسولوا على الباكحور بخصوص كيسولوا على اللي ما عنده شباك عنده ديبلوماش مؤهل ولا لا بخصوص الإجراءات بخصوص دي اس إلى آخر يعني هاد الإخوان دي في 24 باكحور إلا بقى سمعوني إلا بقى هاد شي ديال كما يعني الإجراءات ديال إتبات 12 سنة دراسة بحال كما إلا بقى دي في 23 رغم طبيعة الحال إخوان اللي كانوا سوولوني وراني جاوبتهم قلت لهم راه داروا لاختكم جيبوا الإتبات كان اللي خارج من الكاتريام كان اللي خارج من السان كيام كان اللي خارج من السيزيام فرخصك الإتبات من نسبة الناس اللي واصلين لباكالوريا وسقطو ويعني وخرجوا يعني كي اللي مشاب الفاصل أو لا خرج ما كمش القرايا نظرا للظروف فانتارك واصل يعني قريتي السنة الثانية تانوي ما عندكش مشكل يعني الإتبات تراهم عندك غال تجيب شاهدان دراسية وتجيب رول الفيت نوت وتجيب سميته وتجيب النتائج ديالك رغم تلقاش مشكل بإذن الله بالنسبة الإخوان اللي عندهم باك عادي والأمور ديالهم يعني بيخروا على خير فما يخافوا تمنشي حاجة ما كانش مشكل يعني حاولوا سخدموا على اللغة على ذكر اللغة رغم الإخوان الأغلبية كاللي دوز بلونجلي وكاللي دوز باللغة اللي هو مرتاح فيها مرة ما نعتش حال نكررها اللغة ليست إجبارية أنك تدوز باللغة الإنجليزية دوز باللغة اللي انت مرتاح فيها ما كانت مشكل غي هو إذا عندك اللغة الإنجليزية كتفهمها وكتت هضر بها واحد طلاقة مزيان هضر بها رغم قيمة مضافة رغم ما تدوز واحد دقيقة ولا جوز دقيق في المقابلة ندوز النقطة الأخرى الناس ديال زواج بعد القرعة الأمريكية توصل معي واحد الأخ يعني كتكنت توصل معها ديما الحمد لله خدا فيزا مقبولة لماذا كانوا عنده الإتباتات لأنها كن كيعرف السيدة شحالها دي وعندهم تصور هو وياها وعندهم محادثات وعندهم تصور الخطوبة وعندهم تصور للزواج يعني فعلا زواج حقيقي خدا فيزا دياله فيزا مقبولة ما كانت شي مشكل تواحد الأخ آخر يعني غير مازل ما قررت المساج دياله يعني عارفوا غدي دوز اليوم ما 12 شهر غدي دوز للمقابلات هو زواج بعد القرعة وأنا متأكد أنها غي أخذ فيزا لأنها عارف أنها صافت لي كل شي عنده الإتباتات عنده الدلائل كعارفوا بعدياتهم ربع سنين هذي وخاطبين يعني مش حال هذي وعندهم تصور رضي الخطبة حال هذي يعني غير يزواج الله غدي تزوجه يعني الله تزوجه هذي العام هذا والحمد لله تتسرت معهم الأمور بعد القرعة الأمريكية فالليس هذي أهم الأمور آآ بالنسبة لهاد الناس تزواج بعض القرعة يكفي يكون عندكم دليل قاطع لأنه زواج حقيقي وليس زواج مصلحة كانوا عندك الأدلة ما تخاف تمشي هجاد ووز الله يسليك الأمور غتأخذ فيزا مقبولة كيف أخذوها هذي الإخوان هذو ما كانوش عندك أخي أو أختي بجوجكم انتي ولا أنت ما تغامروش رجاء خلي السيدة دوز المقابلة دياله أو خلي السيدة دوز المقابلة دياله من بعد دياله مكتب لكم مربي شي خير غادي تزوجه وغادي تلتحقه مع بعديتكم بلا من الشمل إن شاء الله رحمه رحمه هذي شي اللي كان الإخوان بخصوص هذي يعني الإجراءات ديالليوم ديال المقابلة في المغرب فالأغلبية الأغلبية فيزا مقبولة إلا هذي الحالة اللي ذكركم دابا باكليبر عدم إتبات 12 سنة دراسة كاللي إخداء إجراء إداري وكاللي إخداء الرفض زواج بعد القرعة اللي عنده الإتباتات اخداء فيزا مقبولة اللي ما عنده الإتباتات الرفض الناس اللي عندهم باك عادي ولا الإجازة ولا يعني الأمور ديالهم كل شيء فيزا مقبولة بالنسبة للفحص تيبي الحالة الآن يعني ما توصلش معي شي واحد لا رأى عنده شي مشكلة في الفحص تيبي ولا شيء هاجا ما غدا نوفيكم بها إن شاء الله كمان أحييكم إلى فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله